السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سوف نقدم لكم أصغر عشر مدن بالمغرب لنبدأ عاشراً سيد أحمد العروسي تتموقع هذه المدينة أقصى غرب إقليم السمرة من جهة العيون الساقية الحمراء عدد سكانها لا يتجاوز المئتان وتسعة وستون فرداً وأغلب سكانها يتكلم الحسانية بنسبة تسعين بالمئة تاسعاً أبطيح تتموقع هذه المدينة جنوب إقليم طانطان في جهة قلميم وادنون عدد سكانها مئتان وأربعة وستون نسمة فقط أغلب سكانها حسانيين بنسبة تمانية وتمانون بالمئة وهي أصغر مدينة بجهة قلميم وادنون ثامناً الجديرية تتموقع هذه المدينة شرق إقليم السمرة في جهة العيون الساقية الحمراء عدد سكانها مئتان وتمانية وأربعون فرداً وأغلب سكانها أيضاً حسانيين بنسبة واحد وتسعين بالمئة سابعاً عدد سكانها مئة وتسعة وستون فرداً وأغلب سكانها حسانيين بنسبة تسعين بالمئة سادساً الحقونية تتموقع هذه المدينة جنوب إقليم طرفاية في جهة العيون الساقية الحمراء عدد سكانها مئة وواحد وخمسون ساكناً فقط وكل سكان هذه المدينة حسانيين بنسبة مئة بالمئة خامساً أمغالا تتموقع هذه المدينة جنوب غرب إقليم الصمارة بجهة العيون الساقية الحمراء يقدر عدد سكانها بمئة وسبعة نسمة وأغلب سكانها عرب وحسانيين بنسبة متفاوتة رابعاً أقصى جنوب إقليم الصمارة بجهة العيون الساقية الحمراء وحسب إحصائي 2014 يقدر عدد سكان هذه المدينة بخمسة وخمسين فرداً فقط وكل سكانها حسانيين بنسبة مئة بالمئة وهي أصغر مدينة بإقليم الصمارة وكل جهة العيون الساقية الحمراء تالتاً تيشلا تتموقع هذه المدينة أقصى جنوب إقليم أوسرد بجهة الداخل وادي الدهب يقدر عدد سكانها بأربعين ساكناً فقط وأغلب سكانها عرب وحسانيين ثانياً إقليبات الفولة تتموقع هذه المدينة وسط إقليم وادي الدهب بجهة الداخل وادي الدهب يقدر عدد سكانها بإثنان وثلاثين فرداً فقط وكأغلب المدن الصحراوية فالحسانيين أغلب مستوطنيها وفي المرتبة الأولى أم الدريغا تتموقع هذه المدينة شرق إقليم وادي الدهب بجهة الداخل وادي الدهب وحسب آخر إحصاء يقدر عدد سكان هذه المدينة بتسعة عشر ساكناً فقط وهو رقم جد ضئيل لمدينة تملك كل تلك المساحة فهي حالياً أصغر مدينة بكامل المملكة المغربية